اشتركوا في القناة التي يجب أن ننتبه لها جيدا لأنها هي التي تؤثر على الوقت عموما أولا بالنسبة للتلاميذ فوقتهم منظم ربما يستغرب الآن المستمع وقت منظم لماذا؟ لأن هذا التنميذ عند وقت كيدخل معاه وقت كيخرج وقت كيعود تدخل وكيخرج إذن فوقتهم منظم الوقت كتوقيت معاش يدخل معاش يخرج فتوقيت منظم الوقت اللي كانت حبتوا عليه هو ما بعد المدرسة إذن ما بعد المدرسة ثم الأيام اللي ما كدرش فيها فهنا هذه الأوقات فهي قليلة إذن يجب أن نعي أولا أن فترة النشاط وفترة الانتباه فهي ردازة صباحا ودازة مساءا وهذا الطفل عنده قدرة جسدية وعنده قدرة نفسية يجب أن نحترمها وأن نضعها بعين الاعتبار عندما نحاول أن نضيف شيء آخر إلى هذا اليوم بالنسبة للتنميذ إذن هذا أولا كنعرفه إشن هو الحي الزمني اللي بغي ننضمه أو لا بغي ننضمه الأنشطة فيه إذن الوقت هو منظم خاصة فقط نحن نتحكم في الأنشطة التي سنقوم بها في هذا الوقت المتبقي إذن هذا الوقت المتبقي رغم أنه سميته متبقي ولكن في حي الزمني ضيق كذلك لأنه كان وقت راحة ووقت أكل ثم بعد ذلك كان واحد الوقت له ما يمكن أن تدخل فيه لهو الوقت له فيه لدوفوغ عنده تمارين عنده تكليفات عنده أبحاث خصوة يديرهم إذن تبقى ما بعد هالتوقيت صافي إذن ما بعد هالتوقيت راه هو كذلك ضيق لأن الدري خصو ينض ينعس العشر العشراء الحضارش صافي راه كانت تكلموا أن الدري رخصو يكون ديجا في سرير دياله إذن إحنا يا محتاجين في واحد ساعة أو لا ساعتين يدير تمارين دياله ثم بعد ذلك كان ما يسمى بالأنشطة التقويمية هذه الأنشطة لك تحاول أنك تدخلها في المجال الزمني ديال الطفل ديالك باش تحاول أنه يتجاوز بعض الصعوبات لك عنها نقطة أخيرة وبما أن هذا الوقت الزمني ضيق فيجب أنه استفيد من الوقت المدرسي من الزمن المدرسي الزمن المدرسي خاصنا نكون حريصين جدا على أنه يعودنا ويعوض ما كنا نطمح أن نقوم به في هذه الفترة الزمنية المنزلية كيف؟ إذا افترضنا أن الطفل ديالك عنده مشكلة مع دراسية فهذه المشكلة الدراسية يجب أن توقف عليه وتقوم بتحديد المشكلة بالضبط ثم تضع خطة مع المؤسسة خصوصا أنها كانت مؤسسة خصوصية إذا خصك تمشي عنده وتحط خطة باش تحل المشكلة عن الطفل ديالك في الدراسة لأنه أصلا ما عندكش الوقت باش تحل المشكلة في المنزل ماشي أنت ما عندكش الوقت لأنك مشغول لا ما عندكش الوقت لأن الطفل فشكي جي فالوقت والحي الزمني كما شفنا في الأوديو السابق فهو ضيق جدا لا يمكن التعالج فيه تيشي مشكلة اللهم بعض المشاكل اللي هي سلوكية أو بعض المشاكل اللي هي تربوية مع الطفل ديالك على مستوى العبادات تدوي معاه شوية إذن ربط بعض العلاقات وغيرها من الأمور إذن هناك نحتاجه أن نستفيد من الوقت الزمني المنزلي وباقي المشاكل فيجب أن نكون في تواصل وفي تنصيق وفي وضع برنامج جيد من أجل تجاوز مجموعة من المشاكل سواء الدراسية وحتى النفسية أو التربوية يجب أن يكون هناك عمل داخل الحيز الزمن المدرسي بالنسبة للشيق الثاني في السؤال الأول وهو التحكم في قلق الانتحان هنا خاص عين نمزا كما نقول كيف؟ بل يعني أن القلق درجات كي انقلق لهو طبيعي وصحي خاص يكون عندنا نسبة معينة من القلق وهذا القلق كي يخلنا أننا نعمل إذن إلا كان ما هو القلق الإيجابي وهو لغيبالك الطفل ديالي فيه بعض الخوف بعض القلق ولكن هذا الخوف يدفعه إلى المزيد من البدل يعني كي يدير مجهود أكبر وكي يحاول يعرف أكثر وكي يسول أكثر ويبحث إذن هذا قلق إيجابي مزيان هنا ما عندنا ما ندره ليه نخليه ونساعده القلق الثاني يقدر يكون نوعا ما يدخل في الحيز المراضي بمعنى أنه قدره نسميه وسيلبي بمعنى أنه طفل أصبح عنده خوف مبالغ فيه قلق مبالغ فيه ليخلاه بعد ذلك أنه ما يدير تشي حاجة ويستسلم إذن كتقول ليه زد حفاظ زد كذا هو جد خائف وما قدرش أنه يمارس هاد المهمة بسلام إذن بين الإيجابي والسلب كين عدنا متوسط اللي كي يهمنا هو أن القلق لدرجة أولى أو درجة ثانية فهاد الأولى والثانية فعدهم تمرينهم غادي نقول بعد قليل شنو قدروا نديروا لهم باش نجاوزهم وباش ما يأتروش لنا بشكل سلبي يوم الامتحان كنوا مستعدين دينيا نفسيا أكثر يوم الامتحان بالنسبة للدرجة السلبية الكبيرة تالتا فهنا خص الأخصاء النفسي ضروري للتدخل إذن إذا كان قلق إيجابي فهنا قلق درجة أولى ودرجة ثانية فهنا كان مجموعة من الأمور لنقدروا نوقفوا عليها لأن مصدر القلق عموما إما أنه جسدي وإما أنه أفكار وإدراكات إدراكوا الامتحان كيفاش كيشوف الامتحان إذن كيخصوا قبل ما نبدأ تماريني أنا نخصني أولا نحدد مع الإبن ديالي شنو والحويش ليخايف منه بالضبط واش خايف من الامتحان أنه ما يجوش بشكل جيد واش خايف من ردة الفعل ديالي أنا كأب أو أم إذا جاب نقطة ليه ماشي اللي أنا باغي واش الخوف من المحيط دياله أنه يكون أقل منهم واش خوف 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 إذن خاصك تبرك مع الطفل ديالك ويكون بينكم حوار مناش كتخاف شنو اللي يخليك تخاف من الانتحان وحدد معاه النوقات قبل ما تعطي لا نصائح لأتي شي حاجة الإنصاد جيد جدا لأنه غيخليك تحط الخطة اللي غادي تتابع مع الإبن ديالك وتحدد المخاوف دياله وكل شيء خايف منه كتحدد ليه الطريقة اللي غادي تتعامل معه مجموعة من الأمور يمكننا أننا نقومو بها على رأسها إلى افتراضنا أنا نحط افتراضات لأنه ما كانش سؤال جواب هنا ما قدرش نشوف السائلة شنو اللي خايف منه الإبن دياله بالضبط ولكن ساعدة افتراضات افتراض أول لأن افتراضنا أن الطفل خايف أنه أو المراهب خايف أنه يجوب أو لم يستطعش أنه يجوب يوم الامتحان أن ذلك السؤال ما يقدرش عليه هنا يا فترة اللي هي متبقية للامتحانات هي فترة قصيرة كنحاول أنني نستغل مع طفل ديالي أولى أولى كما قلنا دائما نستبدو من زمن المدرسي أنني نحاول نطلب منهم يخدموا معه انتحانات الموحدة لكدر وهذه الامتحانات كيحاول الطفل ديالي أنه يشتغل زمن ديالهم إلا كان الامتحان تيخد ساعة أو ساعتين فهو يشتغل في ساعة أو ساعتين تفقين زائد أنني كنحاول نطم أن الإبن ديالي أن النقطة ما مطلوبش منه أنه يجيب نقطة كاملة حسب تراميد في طبيعة الحال إلا كان طفلك دائما يجيب 20 وكيجيب 18 وكيجيب 18 وكيجيب 18 فهذا ما كان ذويش عليه أما داخل الامتحان فالأطفال نحن عارفين قدرات ديالأطفال ديالي إذن كنوضح ليه أنه داخل الامتحان ما مطلوبش منك أنك تولي شخص آخر وهذا كحينا أنه في الفترة الزمنية المتبقية رحنا ما كنقدروش نبدل المستوى ديال الطفل في هذه الفترة المحددة وقت الخدمة مع الطفل داز من بداية السنة وقابل هذه السنوات هذه فترة الامتحانات وفترة الامتحانات فهي فترة التركيز وفترة أننا نقدر ونخرج من هالطفل لماكسيموم لماكسيموم اللي يقدر عليه إذن كنحاول كذلك نطالع على التوقعات ديال ابن ديالي مثلا النقطة هل بغي تجيب مثلا؟ هل تتوقع أنك تجيب؟ إذا بل لك أن الطفل ديالك منطقي وفق المستوى دياله أعطاك نقطة تتوافق والمستوى دياله لانت على دراية دياله وانت على تواصل مع المؤسسة دياله وعارف بالطفل طفل ديالك اللي أشقال؟ إذن فكتأكد لي وتضيح توكيدات إيجابية أنه يقدر أنه يوصل لهذا الهدف إليك بل لك أنه غير منطقي إما غير منطقي إما أنه فاد دكشي بزاف اللي قدر يجيب أو لأقل بكثير من دكشي اللي قدر يجيب فهناك تحاول أنك تعدل هذه القناعة إما أنك تهبط شوية التوقع الكبير أو لا تقلل شوية تطلع شوية التوقع إليك سلبي أو لا نقص لأن الإحباط أو القلق يجي من هذه المساحة اللي هي ما بين التوقعات وما بين القدرات اللي عندي كنا عارفين القدرات ديالنا فإذا حاولت نرصم واحد صورة عند الأب ديالي أو الأم ديالي أنا نقدر ندير كذا وكذا وأنا في الداخل ديالي عندي قناعة راصخة أنها القدرة ديالي فهذه المساحة بين التوقعات وبين الواقع فهي مكان للإحباط والقلق وجميع الإنفعالات السلبية